خمس وعشرون ألف عائلة على موعد السبت مع أكبر عملية ترحيل في العاصمة بحيث خصصت ولاية الجزائر أحد عشر موقعاً على سبع مقاطعات إدارية لاستقبال عدد من العائلات المرحلة فيما تم تخصيص ثلاثة مواقع بولاية البوليدة التي ستضم أزية من سبعة ألاف وحدة سكنية وموقع واحد بولاية بومرداس سيضم ما لا يقل عن ألف وخمسمائة وحدة سكنية حوالي تين وسبعين ألف عائلة لمحصية البرنامج تعولية جزائر هو أربعة وثمينين ألف سكن اللي يراه مرمج من هذا أربعة وثمين ألف عندنا مخزون متاع خمس وعشرين ألف سكن اللي راحين إن شاء الله نبدأوا فيه عن قريب عندنا حوالي أحدشت ألف سكن اللي راحين في دول إنجاز اللي راحينسلموها إن شاء الله في ألفين وعطاش واللي ولي الجزائر كان دار لجنة اللي تعمل في هذا الإطار هذا وفيما يخص العائلات المعنية بالترحيل كشفت السلطات الولائية أن الأمر يتعلق بقاطنية البنايات الفوضوية التي تسببت في عرقلة مشاريع التنمية وقاطنية العمارات المهددة بالانهيار وكذا العائلات الساكنة في البيوت القصدرية وشالهات بالإضافة إلى العائلات التي تعاني من مشكل الاكتظاث والتي تسكن في الأقبية وأسطح العمارات وكذا القاطنة بالأحياء الشعبية وفي مسعى لتهدئة الأوضاع وامتصاص غضب العائلات المقصية من برنامج ترحيل ارتأ والي العاصمة لاستنجاد بأئمة المساجد لتأمين العملية وذلك بتخصيص خطبة الجمعة لحث المواطنين على الالتزام بالهدوء والتريث خلال عملية الترحيل خاصة وأنها لن تمسى الآلاف من العائلات في انتظار استكمال البرنامج قبل نهاية السنة الجارية هذا وأحصت مصالح الولاية 72 ألف مسكن هش على مستوى الجزائر العاصمة يتوجب تهديمه تطبيقاً للاتفاق المبرم بين الولاية ووزارة السكن ترجمة نانسي قنقر